اشتركوا في القناة وعربت قرنة العهل المعظم عن خالص تهانيها وبالغ اعتزازها بجهود المرأة الاماراتية ومسيرتها الوطنية العامرة بالانجازات المشرفة وخصت بالذكر في هذا المقام دور سمو الشيخة فاطمة الرائد ومساعيها البارزة لدعم تلك المسيرة وبخطا ثابتة ورؤية ثاقبة لاستدامة ما تشهده نساء الامارات الكرام من نهضة تنموية مباركة إلى جانب أخيها الرجل واشادت قرنة العهل بتوجهات دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة باطلاق السياسة العامة لتمكين المرأة 2023-2031 بقيادة سمو الشيخة فاطمة في بادرة تتميز بالأهمية وتجسد التطور الكبير لسياسات تمكين المرأة الاماراتية وبرامجها المؤثرة الأمر الذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية لمكانتها ومستويات أدائها على المستويين الوطني والدولي وفي ختام البرقية كررت سموها خالص التهاني للمرأة الاماراتية في يومها الوطني دعيتنا المولى أن يسدد على طريق التوفيق خطاها وأن يديم على سمو الشيخة فاطمة موفور الصحة والعافية وعلى دولة الامارات العربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرفع والازدهار اشتركوا في القناة